الجامعة الملكية المغربية للدراجات عقدت بيسالة جمعها العام العادي برسم الموسم الرياضي 2022-2023. هذا الجمع العام حضره ممثلون عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وتميز بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وميزانية السنة المالية الموالية. نتائج اللي حققناها في هذه السنة الثلاثة وعشرين اللي كانت مليئة بعدة مشاركات دولية وقارية فالحمد لله بجميع المجهودات دي الجامعة الملكية المغربية للدراجات استطاعنا نتأهلو الألعاب الأولمبية فما بين دراجات على الطريق ودد سرعة وتأهلونا في البراء الذي يحتاجت خاصة وتأهلونا في البيميكس فهذا إنجاز كبير واستعرض التقرير الأدبي أنشطة المكتب المديري خلال الموسم الرياضي 2022-2023 ومبادراته في سبيل تجويد الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى التقني للرياضيين وخلق فرص تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي ومضاعفة المشاركات الدولية هذا وتوقف التقرير الأدبي عند مواصلة الجامعة الملكية المغربية للدراجات لاستراتيجيتها القائمة على تنظيم أكبر عدد من الصباقات الدولية بالمغرب